اهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية ومرة تانية طبعا بجدد الترحيب بكابتن ايهاب المصري دفنه النهاردة في السادسة مسأخير كابتن ايهاب طمنك وطمن جمهورنادي الاهلي على تمرينته النهاردة يعني طبعا حمدي فتحي عشان في بعض الاخبار اللي تم تدولها انه بيعاني من اصابة لا حمدي ما عندوش اصابة الحمد لله هو بس بيشتكي من اجهات في العضلة الخلفية وفي اغلب الظن هيبقى بعيدة عن حسابات مستر المسلماني في مباراة الجونة ايمن اشرف والشحات ما اتمرنوش النهاردة الاتنين خدوا راحة من التمرين اكتفوا بس ببعض التمرين الخفيفة كده في الجيم في بقى مجموعة مركز عليها او مستر المسلماني بيشتغل معها بشكل معين تحديدا بكلمكم على رامي ربيعة صلاح محسن محمود بتولي وليد سليمان محمد محمود ناصر ماهر ومعاهم آليو ديانج دول خدوا مجموعة من التدريبات الاضافية بعد ما الفرقة خلصت التمرين ده طبعا عن استعدادات الاهلي لمباراة الجونة نخش على الجونة انا كنت بس بكلمك على مستر مسماني الراجل حقيقة من ناحية الارقام حقق في اول ما واسمه مع النادي الاهلي ارقام اكتر من رائعة ازاي بتشوف قدرته على النهاردة يعني بتشوف بصمة مدير فني قدرته على استخدام القماشة اللي معاه توظيفها التعامل مع الاحمال الصعبة وحالة الاجهاد وضغط المباريات على مدار الموسم ده كابتن قصة عمت انا وجمهور الكورة يعني دايما ايه معايز كل حاجة يعني جمهور الكورة ده انت بتكامع جمهور الاهلي يعني عمت اه جمهور في العالم معايز كل حاجة غير جمهور الاهلي طبعا جمهور النادي الاهلي ده يعني كل تفكيره طبعا كل البطولات بيبقى نفسه لانه ده قدر جمهور النادي الاهلي قدر لعبة النادي الاهلي مجلس الدارة النادي الاهلي قدر أي حد يلبس شيرتنا للأهلي اللي هو ينفس على كل البطولات ويكون هو المرشح الأول والأقوى ليه مصر المسلماني جيه خد اتنين دورة بطول أفريقيا سوبر مصري سوبر أفريقيا خد كاس مصر وخد الدوري في الآخر جيه يكمل الدوري وخد سوبر أفريقيا وخد تلت عالم وخد برونزية كاس العالم وعنده سوبر مصري الشهر الجاي أعتقد المفروض أو نفسه ما نعرفش معه وعنده سوبر أفريقيا يعني الراجل عنده بطولات وعنده رصيد في خلال عشر أشهر حقق بطولات يعني كبيرة وليها وزنها ويعني بطولة أفريقيا لما أخد بطولة أفريقيا مرتين في عشر شهور فهذا بالنسبة لي يعني ده رقم محترم لمدير فني محترم لازم نديله حقه عنده شوية أمور طبعا ساعات يعني يحالفه سوء توفيق أو سوء حظ في بعض الأوقات ده ما عندناش مشكلة لكن مش كله يعني هو عنده تأدينه مثلا تسعة من عشر يعني لما أجيه مثلا ريني فيلر وطبعا إنجازات يعني لما أجيه بص لسنة واحدة موسم واحد أنا أجيه لي أنه موسم واحد لأنه عشر شهور عشر شهور أجيه لي أجيه بشوف إنجازات أو الأرقام التي حققت مع مستر المسلمين هو درشة قرارنها بأي مدير فني تولى المسئولية من حيث الفترة الزمناية غير منو الجزئي يعني مع كمل التأدير لكل أسماء اللي جات مسكت النادي لأهلي جريدو وفايلر غيرهم من الأسماء أو حتى مدربين محليين مصريين يعني ما حدش قدر يحقق يكمل كبير جدا من الإنجازات في الفترة البسيطة دي غير هم غير هم وسؤال هنا أنت شايف قدرته على إنه يبقى لي بصمة يعني فيلر لما جاء الناس كلها أشهدت بتجربته جدا وقالت الرجل وطور بعد اللعيب الرجل كان صاحب بصمة قدر في فترة بسيطة